موسيقى مش بس كده انا اصدقك القول انا لما بلاقي واحنا بنتفرج كده ونشوف الرئيس مبتسم او يتجازب اطراف الحديث او يبدأ يضحك مع الحضرين ببقى متطمن ليه افهمك الرئيس رأس الدولة شايف كل التفاصيل بادقها او ادق التفاصيل شايفها بمنتهى الجلاء والوضوح بحكم المنصب مش بس بحكم التركيبة الاتنين التركيبة تركيب الرئيس كما هو واضح والمنصب فلما يبقى مبسوط سعيد مبتسم رايق زي ما يتقال كده يبدأ يتجازب اطراف الحديث هزار مدعبات كلمات احيانا بعض الضحك ده معناها ان الرئيس متطمن يبقى احنا كمان ايه نتطمن انا بكلمك بمنطقة البساطة على سبيل المثال عشان اقرب لك الصورة عرأيه استاذ حسن حسن الله يرحمه يا رب ويدخله في سيح جنات وقدر يا كريم انا كنت احب الرجل ده اوي اوي يعني حضرتك بتشتغل عندك مدير المدير اذا رايق ده معناه ايه؟ ان الدنيا هتبقى زي الفل الدنيا هتبقى رايق هتلاقي الإدارة حلوة المكتب حلو الشغل هيبقى لطيف اليوم هيمشي حلو لما المدير يبقى رايق جدا او عنده تفاؤل ما او استشراف لا ما قد تطلق عليه تفاؤل او انه فيه شيء جيد فانت بتبقى متطمن على الشغلانة متطمن انه احنا مثلا ادارة بتاعتنا بحقق المستهدف التارجت ممكن مثلا انا شعف ارباح اخر السنة حاجات كده يعني هي نفس القصة الرئيس احنا بناصب دايما رئيس الدولة القيادة السياسية فقائد الدولة الحمد لله والشكر لا اله يا رب يدمها عليه ويديمه علينا بالمناسبة الرئيس الكويس الشريف الفاهم الطيب نعمة رزق بجد زي ما انتم بتقولوا كده في المقولة اللي بقت شائعة كتير خلال الفترة اللي فاتت يعني ده بجد فنقول كده ربنا يدمها علينا نعمة لانه وساعتها احنا عارفين الدنيا ماشية ازاي باذن الله وانها باذن الله تمشي في سكة حلوة زي ما انا بتمنى بالمناسبة للسودان انه باذن الله هم دلوقتي خارجين من مرحلة الى مرحلة باذن ربنا سبحانه وتعالى اكثر اشراقا واكثر تفاؤلا واباذن الله باذن الله السودان ده يبقى من احلى ومن اجمل ومن افضل ومن اقوى بلاد الدنيا مش بس افريقيا السودان اصلوا في القلب المصري حاجة تانية خالص مصر والسودان والسودان ومصر واحد شعب واحد وحضرة واحدة والتاريخ واحد وقلب واحد وروح واحدة وذكريات واحدة ووجدان واحد بس هرجعك على النهار ده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد افتتاح العديد من المشروعات في نطاق محافظة الأسكندرية حلو نطاق محافظة الأسكندرية دي؟ أه أقول لك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تم افتتاح تطوير محطة مصر ده واحد تطوير نظم الإشارات افتتاح محور 54 للربط مع محور أبو زكري شهد الرئيس أيضا افتتاح كبري الدوران إلى الخلف في العمرية على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي لو أنت سكنداري هتقدر تفهم أهمية كل ده ده المحور ده محور التعمير يا سلام سلم بص يا مولانا لو أنت سكنداري هتبقى عارف يعني إيه محور التعمير قبل والآن لو أنت مش سكنداري وكدت من الناس اللي ممكن تبقى مثلا بتعدي ناحية برج العرب بتعدي ناحية السحل الشمالي من اسكندرية مش من الطريق اللي هو بتعوادي النطرون هتعرف إيمة الطريق ده لأنك أنت هتبقى فاهم كويس أن الطريق ده اتساعه في الاتجاه الواحد أو أنت رايح مثلا ناحية برج العرب ورايح ناحية السحل الشمالي وما إلى ذلك هو مش حرطين كان هو كان حرة ونص وبعدين كان واخد جيزة العالم يعني الجيزة الأولى عالمين في المطباط والتكسير وحوادث الطرق ترلات وكل حاجة ممكن تحلم بيها يعني لا تكوبس حاجة كوابيس يعني التغيير اللي حصل في الطريق ده اللي احنا نسميه محور التعمير اللي هو محور أبو زكري ما هي كويس؟ الطريق ده سبع طرق يمين وشمال آه سبع حرات يمين وشمال بعد ما كان حرة ونص يمين حرة ونص شمال تقول ليه وفي حاجة اسمها حرة ونص أقولك أدي الله أدي حكمته هو كان اتساعه حرة ونص استحالك وتتلاقي عربيتين ماشيين جنب بعض مستريحين تحس أنهم هيمدوا دي وميسلموا على بعض آه قد يحتكوا ببعضهم البعض يعني ده حت الطريق أنا مرة يمكن قلت لكم والناس ألي مش بداعي الفخر يعني مسألة بداعي أنك أنت بتبقى جربته واختبرته وشفته حاجات زي كده أنا شفت مثلا حوالي 14-15 عاصمة في العالم ما بين أوروبا وما بين أمريكا الشمالية وعواصمنا العربية وإفريقيا والله الطريق ده الطريق ده زيه زي أدخن طرق موجودة في أوروبا الإسكندنافية يعني دول الإسكندنافية في أوروبا اللي هي أحلى بلاد في أوروبا بالمناسبة يعني طيب يمين وشمال بقى الطريق يمين وشمال هنسميها بالمصطلح المناطق الاستثمارية على جانبي الطريق بالمصري الذي أراه دائما مصريا فصيحا نقوله العمية المصرية بتاعتنا كده هقولك أكل العيش اللي على يمين وجاء يمين وشمال الطريق يعني أكل العيش أنت لو جيت سألته وإحنا مثلا الطريق ده بنبني حايمينه وشماله محلات وخدمات ومشروعات ليه هقولك هو مبدئيا كده ألف به أي طريق في الدنيا رابط ما بين نقطتين مهمتين حيويتين وعليه كسافة طبيعي يبقى يمينه وشماله فيه خدمات الدنيا والآخر لأ الدنيا بس الأخرة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى حلو؟ طيب اتنين فكر فيها بقى هو الخدمات دي أيا كان نوعها أيا كان شكلها أيا كان حجمها أيا كان حجمها الاستثماري مش فيها فرص عمل يعني مش فيها شاب واثنين وتلاتة بيروحوا كل يوم ومعهم رزق حلال في جيوبهم سيبك بقى من أنا هوفر لك الخدمات على الطريق يعني أنت رجل تستقل هذه السيارة متجها إلى مصيفك الرائع أو لزيارة إلخ 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 مش موضوعي دلوقتي فآه طب ده أنا عايز خدمات على يمين وش مال الطريق عايز أكل حاجة أشرب حاجة أمون العربية إلخ 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 كل ده أنت كده بتاخد الخدمة أما أخونا اللي موجود جوا اللي بيقدم لنا الخدمة ده بيكون لقمة عيش بيتفتح له باب رزق فيبقى أنت عمليا بتعمل إيه؟ أقولك يا باشا حضرتك بتوفر فرص عمل صح؟ ده واحد اتنين وكل المشروعات بقى الكبيرة لستثمارات البخمة اللي ممكن تبقى موجودة على جانبي الطريق وبالمناسبة في بعضها كان موجود وكان راكدا كاسدا محدش بيقرب له بالطريق ده تتبع كده وبقرش يبقى بعشرة طيب أول الطريق بقى من عند اسكندرية فيه هناك إيه؟ البشائر البشائر الخير واحد واثنين وثلاثة صح كده واربع أظم هم خمسة بشائر خير لو أنا العدد بالنسبة لي مزبوط هذه الصورة التي يشاهدها المشاهد والمشاهدة هي صورة حقيقية من قلب الواقع دون أي محسنات لا محسنات بديعية ولا محسنات سورية ولا أي حاجة دي الصورة اللي بجد دي الناس اللي سكناها هم أهلين اللي كانوا زمان سكنين في مناطق غير مخطط لها ومناطق خطرة من محافظة اسكندرية فيروحوا ويعودوا في هذه المشروعات وأصدقك قولا أول مرة شفت بشائر خيات دي وكت لسه بتتبني وهي لسه طلع أول عمارة يمكن وكأنها دي البروتو تايب أو النموذج الأولي بقيت بتاع المشروع كنت معدي قدامها برضو زمان أول بكت لسه بتتبني والله 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 أنا افتكرت أنه ده مشروع استثماري يعني تمام نروح نشتري هناك شقة أشوف ألاقي عمرات ما شاء الله عملاقة الله الطرق اللي فيها آخر شياكة دور العبادة موجودة الكنيسة موجودة والجامع موجود الخدمات بتاعتها موجودة أحوالها المدنية مصلحة الأحوال مدنية موجودة البسطة موجودة المطفية موجودة الاسم موجود بعد الشر عن الجميع الإسعاف موجود كله موجود سكن كريم لكل المصريين ده كان وعد قطع الرئيس على نفسه سؤالي والوعد قدام حضرتك أهو صح؟ تراه رؤى العين ده هو ده بقى الكونكريت انت عارف المصطلح كده في انجليزي ما يحبي يقولك أنه الحاجة واقعية ملموسة فيقولك دي كونكريت فاكت أي حقيقة كونكريت هنا بقى لو ترجمتها بالترجمة الحرفية خرصانة هي دي بقى بجد الترجمة الحرفية والترجمة البلاغية هي كونكريت فاكت هي حقيقة ملموسة واقعة اللي انت شايفوا ده المساحات الخضر الحاجة اللي تضمن للبني آدم اللي هيسكن أخونا ده اللي هيسكن هناك ده هو ساكن هو آمن هو لو يحتاج خدمة طبية موجودة ممارسة شعائر الدينية موجودة خدمات موجودة سواء إذا كانت بقى هيشتري أي شيء مدارس إلخ 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 حدس ولا حرج هي دي مشاير مشاير الخير فعرفت يعني إيه وعد الرئيس ووعد الجمهورية الجديدة يتحول إلى واقع ملموس طول الوقت ودي مش أول مرة دي المرة يمكن المئة ألف كل اللي أنا بطلبه من حضرتك تبص بعينيك وتفتح ودانك سيبك من يوسف سيبك من كل زملاء الأعزاء الكرام سيبك مننا كلنا حضرتك شاكك مش مصدق ولا حكا مش وار بسيط حضرتك هتروح وتتفرج بنفسك عاوز تستنى لحد فصل الصيف استنى سكنداري الموضوع مش هيكلفك أجرت على رأي الإسكندرانية المشروع ميكروباس عندنا بتوع مع القاهرة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف المشروع إسكندرية يقولوا على الميكروباس مشروع إحنا نقول ميكروباس مش عارف ليه بس يعني أو عارف بس دي حدوتة تانية عارف عارف يا عبد سابق دي حدوتة تانية بقى أحكيها لكو بعدين حدوتة حلوة بالمناسبة مش حاجة وحشية وانا عمري قلت حاجة وحشية دا اسمه كلام المهم يعني عايزة أرجعك على إنه عزيزي المواطن العظيم بعد إذن حضرتك كل اللي مطلوب منك إنك اختف رجلك وروح إذا مش عاجبك كلامنا إذا مش مصدق كلامنا إذا حد مشككك في كلامنا خد بعضك خطفة رجل سريعة بص بصة ويرجع ممكن بعد إذن حضرتكم هنشوف ونستمع إلى مقتطف من كلمات الرئيس وهو يتحدث عن كيفية وضع الدولة لعوامل النجاح والاستدامة في المشروعات اللي بتقوم بتنفيذها تعالوا نشوف ونسمع هذا المشروع ده على 1500 فدان ده رقم مش بسيط ثم التصميم اللي معمول والإجراءات اللي اتعملت عشان يخرج المشروع ده في أبهى الصورة هنقولوا كده ليه لأن لما نجي نعمل هنا تسكين أو سواء كان للإسكان المتوسط أو الاستثماري حطوا في الاعتبار أن احنا حطينا كل عوامل النجاح والجذب اللي تخليكوا حاسين أن أنتم راحين على مكان بيوفر لكم كل شيء بدءا من المكان نفسه وتخطيطه وتصميمه وتنفيذه طبعا ثم الوصول إليه ونفس الكلام بالنسبة ليه الجزء المشارف اللي احنا حط أسف بشاير اللي احنا حطينه في المكان ده لما نجي نتكلم هنا في اسكندرية على ما يقلب من يعني 140 ألف وحدة ولا حاجة البرنامج لسه مخلص حتى لو وصلنا لـ 200 ألف وحدة لأنه إذا كنا بنقول اسكندرية 4 أربعة وشوية دكتور مصافة فإحنا راحين خلال مدة زمنية مش كبيرة قوي لرقم على القال يزد له 500 ألف أو مليون خلال كم سنة اللي جايين وبالتالي الأماكن اللي تم دراستها عشان تعمل نمو احنا عارفين ان داخل اسكندرية بقت الكتلة السكانية وكسافة البناء عالية جدا اي حد حيفكر ان احنا نكمل ده او نزود ده جوا اسكندرية يبقى بنحط ضغط جامع جدا على مرافقها وعلى البنية الأساسية بتاعتها دكتور مصطفى وبالتالي ما عندناش سبيل غير ان احنا ننمو خلينا اقول لكم على نقطة كانت مهمة كانت الدولة فكرت من كام سنة ان الـ 18000 كيلومتر اللي قال لهم اللي هو احمد كانت اراضي زراعية كانت اراضي زراعية الارض اللي نتكلم عليها ده منهم 1500 فدان تحديدا ده اراضي كانت برك وسبخية وكان كمان يعني مش هقول سر ولا حاجة كان فيه خلاف بين المؤسسات الدولة على الارض ديت وإيه ارض كلها ايه مية يعني فطب ناخدها ونعملها للناس نردمها ونعملها للناس اوه حكلفنا ازياد شوية لكن في النهاية خلي بالكم من الكلمة اللي انا بقولها في النهاية انا حافظها على الارض الزراعية يا جماعة تخدوا بالكم من اخر جملتين الارض اللي اتبنت عليها بشار خردي كانت ارض سبخية سبخات يعني اللي هي لا منها مية ولا منها ارض خلونا ناخد معنا على التليفون مهندس خالد صديق رئيس جهاز التنمية الحضرية بقى كده الحضرية مش كده بش مهندس عكيب مش اخير ازاي حضرتك ازاي حضرتك ازاي حبيبي ايه الاحوال ده احنا حظنا حال وانبارح كنا بنعرض الخيالة في البرنامج وحضرتك كنت معنا فكنت بقول مهندس خالد ساملنا كمان مش بس وقته ده فضل يتماشى معنا في عز نقحة الشمس ما سامناش يعني والنهار ده كمان عندنا بشاير الخير انا ممكن جات للرزقة فعال للناس من الحلقة يتنبارح يعني ايجابية جدا والناس بقولوا يعني يعني حلقة جميلة فمتعاودين ده مع كل حلقات معك جميلة طبعا هي جميلة جميلة بالايدين اللي بنت وعمرت وغيرت وسكنت وحسست الناس انهم اليوم حق في البلد يا بشبونس خالد والله يعني حقهم وجيب اتأخر ويمكن بنقول ان الدولة بتحاول يعني في وقت وجيز جدا بتقدم تأخير عشرات السنين انها تقدم حقها فعشان كده التصارع في تقديم الحق الناس الناس هتحس بيه كويس يعني عايزين نقول يعني حجم المطرفات بيتكلم فيه اقام بتتكلم وتقول يعني بده اختصت حكاية طويلة لما نقول مثلا ان في خلال كم سنة عملنا الغير الآمن وكان مطرفنا فيه 63 مليار جنيه دي رقم بيبين حجم المجهوز في مقابل ان من من اول ما تنشأ الصندوق لغيس 2014 كنا بنتكلم فيه رقم ضعيف جدا يعني 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 عارف ان نتكلم في ارقام مش يعني فيه اشتحياء ان احنا نقولها ان نقول مثلا ده ناس طرفت مثلا 2 مليار جنيه من 2016 ولا من 2008 2014 وبعام 2014 ليه بنتكلم هذا 63 مليار جنيه وبنتكلم من السنة اللي فاتف لغيس 2030 معانا صغر ومهام تعادل 160 مليار جنيه فتشوف يعني ايه الارقام ممكن لما يكون الناس مشعكين نوصف او ما عندنا وقت نشرح للناس طب الارقام بتوضح اوي رؤية للناس الدولة كتفين وبقت فين وحجم الانفراق اللي بيتم على اتجاه واحد للسندوق بيشرف بتنفيذه بقى كام يعني احنا كسندوق دي الوقتي في ادينا مشروعات تتجاوز 1.3.160 مليار جنيه منها عواصل حفاظات القاهرة التاريخية حدائق الفرصات الغير مخصص يعني حاجات بنتكلم سعفة مخصص علي ملوش حدود اللي احنا فيه دي الوقت العاصر اللي احنا عايشين فيه لاجه نستغل الفرصة والدعم ده عشان نقدر نوصل للتأخر على الناس اللي طويل صحيح طب انا عايز نتكلم حقا باشوانس على مشروع البشاير اللي احنا كنا لسه يعني بنتفرج عليه من شوية وبنتكلم عنه المشروع ده بدأ من امتى وحاج مؤدئي وتكلفته وغيره بالمناسبة يعني اللي حصل في اسكندرية ما كناش نتصور لان اسكندرية كنا دايما نشوف انه على مر عهود كثيرة تتجمل ظاهرية من على الوش دلوقتي الوضع مختلف وبالذات بالنسبة للفئات الاكثر احتياجا يمكن اسكندرية من اكثر محافظات اللي كانت فيها مشاكل كبيرة جدا في التكدش السكاني يمكن الناس كلها بتقول اسكندرية اسكندرية كان زمان الناس بصل الكورنيش فقط والعمق الداخلي كله كان يعني مهترد فعايزين نقول نحنا يعني المشروع بدء من اول ما شات الرئيس اطلق في 2016 مبادرة القضاء على غير امن وتطوير المناطق داخل المدن فكان المشروع اطلق واشتغلت مرحبا باشدخير واحد واثدين وثلاثة وخمسة خلي بالك انا فوضت اربعة اربعة دي في البحيرة واحد اثمين ثلاثة خمسة واحد نين ثلاثة خمسة دول اسكندرية اربعة في حيرة وبعدين ستة سبعة ثمانية ده مشروع تنمول تنمية عمرانية ثانية خالص بمستوى ثاني بفكر ثاني بشكل ثاني يعني الموضوع مثلا لو استلمنا على واحد واثنين مثلا نحنقول يعني مشروع بشار خير واحد حصل تدرك في الموضوع طبعا بيقول بي هاليا هنصير اخوات مشلحة اللي ايما بالموضوع ده مع المحافظة الامرية فاحنا بنقول وكانت طبعا بدأ الموضوع بقياس للمنطقة الشمالية العسكرية اللي بدأ في بشار خير واحد فبشار خير خير مثلا 6,630 واحدة تقريبا وبعدين بشار خير 2 6,869 5 بقى بنتكلم في 25,000 واحدة يعني او تجاوض 8 25,000 ومكسور كمان واحدة فتخيل شوف الفكر بقى عامل ازاي شوف التطور اللي بيحصل بعمل ازاي الطموح اللي وصلنا لي وحداك شايف طبعا يعني ايه اكيد حداك عربت الصور المشروع والصور الحقيقية من الواقع زبع المنظر عامل الشكل عامل خلينا نقول بالبلد كده ازاي ازاي نحب تتكلم بكلام الشعب كده الشياكة الجمال والزوء ده يعني الحاجة معمولة مش بنستخفر في المواطن ازاي نديله حاجة جميلة ومش انا مش بتكلم هنا كمواطن بيتفرج على حاجة وقامت بها احدى جهات الدولة الاخرى بنجاح شريف جدا فبنتكلم على ان احنا فيه منظومة متكاملة من التطوير العمراني والتنمية العمرانية على مستوى الدولة في جميع الجهات وزي ما كان فيه رشايل مهمة اوي 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 الناس استطلب بالها منها الاسلامة وحفاظ على هذه المقتصبات دي اهم رسالة اللي هي مش المهم البناء الاهم حفاظ على المقتصبات ازاي بصدامها ازاي المشروعات اللي تعمل الجين حافظ عليها ازاي نشئلها اجهزة تدرها ازاي بقى فيه شركات صيانة تدرها ازاي بقى الطموح الاكتر ازاي الاهالين اللي عايشين في المشروعات دي ازاي خلق لهم فرص العمل خلق اللي هي مثلا موضوع اتباح والامنية التعليم الصحة كل الحاجات دي لما بنها من المشروعات يجب ان المشروع مدفع من كله اللي هي المقولة المشهورة دائما بناء البشر قبل الحجر مهم جدا جدا بناء البشر قبل الحجر ازا بناء الحجر من غير مدين دي البشر للقاطنين في هذه الأحجار ازا فانا بنقول ان العمر الاقتراضي المشروعات دي بيقل الى اقل من الربع طب بشمانس خالد يعني ساعات كده بيبقى فيه ولو حتى تفصيلة تبدو بسيطة جدا وفي نفس الوقت الناس قد تظنها انها جزء من المبنى انا بشوفها انها لا هي تقدير للمواطن يعني مثلا لما كنا في الخيالة فده لاحظت انه المصاعد الأسانسيرات مركة ألماني فاخرة ليه يعني يعني كان ممكن يجيب حاجة مش ألماني يعني عايزة اقوله حباك يعني احنا بنعمل حاجة بنعملها يعني على أعلى مستوى احنا بديتكلم عن نفسي انا نتكلم عن مواطن مواطن نتكلم عن استدامة لما بنيتكلم حتى بنيجي نعمل شغل خرصانات انا بنيتكلم بكتروا في سفتي بتحطوا عالي جدا زي ما تكتر خلال شغل احنا مش عمل في أراضي كانت معدمة ولا تصلح لعمل شيء وكانت الناس بتقولي أرضي يكاد يكون قيمتها الاستثمارية زيرو صح بل بالعشر كمان بقى كتفي ممكن أماكن برك ومستقعات وحاجات مدونة زيرو بتجيب أمراض بتجيب يعني بعض الحاجات اللي هي السيئة طب ازاي نحول من مدونة زيرو ده لاستثمار زي ما تقولت كده انا بعد عنقول ايه المشروع اللي انا عايز نشري فيه ده تخيل تحولت من شيء مدونة زيرو الى هذا الموضوع محتاج شيء من الاراضة العزيمة الفكر التطور في التفكير ازاي نشغل برا الصندوق في الكتر نفسه ازاي نحط حلول للمشاكل والصعاب ازاي نقول ان فيه ارض مثلا الارض دي تتاد يكون هي مصدر مشكلة وانا حول مصدر المشكلة لفرصة اللي هي دائما احنا عندنا ايه لما جينا حاولنا الصندوق عمالنا اقول ايه فيه حاجة يسمعها تحديات وفيه حاجة يسمعها فرص ازاي نحاول التحديات دي فرص صح هي جينا ازاي ايه ارض ازاي ازاي ان ارض كتبخها وي 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 ازاي حاولنا نقطة تحدي كبيرة جدا جدا قدام الناس لمنطقة فرصة عظيمة وزهابية كمان مش فرصة عادية طبعا واتحولت لقيمة مضافة لكل ما يحيط بها وحولها اكيد طبعا ان يتخيل مثلا انا واحد ساكن في المنطقة وجنب المنطقة دي منطقة مستنقعات او منطقة مقلب قمانة وتحول هذا الى حديقة الى مشروع راخي اذا تقيمة الاستثبارية اللي مكان من درجة لدرجة اخرى كل دي حاجات مكتسبات للناس في حاجات مكتسبات بصورة مباشرة ومكتسبات بصورة غير مباشرة الصور الغير مباشرة ان واحد يقتن في مكان مجاور لمكان سيء بها اصبح مكان رق اذا فهذا مكتسب هوا محصلوش حاجة في مكانه ولكن المجاورة اللي ليه اديت مكتسبات عالية جدا ازاي ان هو مكان يعني مفهوش خدمات ده مدرسة ولا مستشفى ومركز طبي ولا 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 قامل المشروع الجديد عمل الحاجات دي ليه هو زيما المسلمة في الخيالة مشكت большой لمشروعات الخدمات اللي كنا عملونا ايه هو انا عامل نقطة اطعال عشان الفهله خمصية واحدة بس ولا عامل مركز طبي شبير عشان الفهله خمصية واحدة ولا عامل نقطة ولا عامل مركز بريد كبير لا كissenschaftه بريد كبير ثلاثة ادوار على 1000 مباشرة صح عشان لا ده العامل لمنطقة مصر فالمشروعات الجديدة اللي بنعملها بنعمل بها خدمات للمناطق المجورة لها المحرومة منها كل دي مكتسبات لذي بنعمل دراساتنا ان المشروع الخدمات الداخلية مش لمشروع فقط مثلا نعمل مشروع بينتج مليون رجيف مثلا في الأصبارات هل أهل الأصبار سأكل مليون رجيف في اليوم ده للمكان كله المنطقة للمنطقة نسد بها احتياجات والعجز في بعض الخدمات الموجودة في المناطق الأخرى الحواليها دي احنا كباب تتدرس بحيث ازاي احنا بنعمل مشروع منقول يعني ايه بنور جاعة بحط للمة كده ولا بحط فنوس في مكان مكانت منطقة مظلمة وفيها الناس بتخاف منها المنور ليهم كباب بقى موقف بشعرهم ليهم تغير الموضوع 180 درجة فهنا بنقول لازم بنوصل في وكان كل ده في ايه وقت زمني طبعا حضاك عارف وشوفت بنفسها جميل المشروعات بتضغط ازاي مع الحفاظ على مع الحفاظ على المرة التانية تتبقى اترارها على الجودة ايوة يعني بيبقت الوقت قياسي جدا وفي نفس الوقت الجودة ايضا قياسية طبعا يعني الموضوع مش بنفس ايه ايه حقصوبه بشارعة او لأ صاح احنا اللي بيخلص في ثلاث ايام بيخلص في يوم مع الزمن ده. مسلا يقول لي مسلا ايه واحد يقول ليه الرجل ده مش هم لا انا استاهم كده بيقولك ايه. ده مفروح احنا نصب السقف. السقف ده بيقى الثمانية وعشرين يوم على الشدة بتاعك. اه عندك حق في انا. بس انا عشان ما ضيعش بقى معي شدتين للدرون اللي فوقيت. بشد الدور ده وصب وستنى شوية. والشدة لسه موجودة على الدور اللي تحت تحتية. مش الناس تفهم يعني ايه. يعني ايه التصارف الزمن بدون نيجي على الجودة. بدون الاخلال بمعايير الجودة والمتانة والكفاءة والحماية وما الى زيك. طب. موانت سخيد اخر حاجة بقى اسأل عشان عارف انها ياخد وقتك كتير جامد. لا. ونصلي زنان ورغاي وكده. عايز انه تختصني بخبر مثلا يعني ايه اجدد حاجة بيشتغل عليها جهاز التنمية الحضرية الان حتى تصبح مكانا زيه. زي ما كنا بنتكلم عن الخيالة. زي ما كنا بنتكلم عن البشاير. وزي غيرهم من عشرات المشروعات. ايه اجدد حاجة بتشتغل عليها دلوقتي. احنا عندنا يمكن المشروع بتاع حدقة مستوطة الجرامة وبعض السواح. يمكن المرحلة خلاص بتاعة اللي كنا فيها تفتحها خلطت بنسبة تمانية وصفية مية خلاص. منطقة الاسواق خلاص قربت جدا ان شاء الله خلال ثلاث شرور تكون خلصانة فيه. فهنفتحه مرحلي بإذن الله المشروع ده. عندنا بدأنا مشروع جديد اسمه جوهارة الفلسطات قدنا حدائل الفلسطات. اهلا. بدأناه. وده ان شاء الله يبقى مشروع يعطبر مضموم لي حدائل الفلسطات. وهو ده القتلة السكنية بجاعة حدائل الفلسطات نفسها. دي الخبر الثالث ان احنا ان شاء الله في خلال الشهرين ده هنكون طفحين اه اه اول اول باكورة انتاجنا من مشروعاتنا السكنية في اه مبادرة تصيير عواصل محافظات المدى الكبرى هي مبادرة دارة. حلو. ده يمكن حد او ما تحدثوا بقى ان احنا نزدين قريب خلاص بمبادرة دارة ان شاء الله. دي 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 هتبقى فين في اي محافظة? احنا شغالين دي وقت السلطاشر محافظة نزدين التسويق بتاعنا او اول مرحلة للطرح في تسعة محافظات ان شاء الله و آآ. يعني ان شاء الله الناس هتجد حاجة يعني على اعلى مستوى جوه المدن. انا كده عرف انا نتبقى انت مرة اللي امتني قولت لي طب انت يعني الاهالي اللي عايزين يشتغلوا جوه المدن اللي عايزين شيروا جوه المدن. وانت مش حقالهم فPEحنا بنعمل مشروعاتنا جوه المدن. ياجتما منها لطالح الاهالي اللي عايزين انشيروا جوه المدن. حلو. اوي اوي اوي. فيه احد منهم في الغربية صح؟ الغربية اه. بس الغربية في العجيزي. آآ اللي بدأنا فيه. آآ ده خلاص ده لأهلنا مكان حتة سماعة تل حددين. انما عندنا فيه في المحلة آآ مشروع كبير ان شاء الله هيبدأه ان شاء الله. المحلة دي اللي هتبقى المستعمرة. مش كده? اخي واخدت حاجة. اه مزبوط. آآ اه. انا يكبر المستعمرة تمامين ستين فدان. هنبدأ مشروع فيها حاجة راقية جدا جدا. وان شاء الله ان شاء الله. يعني الناس يعني يعني احنا ايدينا هطول كل حتة. يعني احنا نشغلين في سواجه وانا على فكرة. عندنا مشروع في سواجه ومشروع في انا. وآآ عندنا في في المينيا. يعني احنا احنا هنشتغل في السبع عشر محافظة. بس بكلمك عم خلاص اللي تتشغلنا فيها مرحلة عجلة كمان. مش مرحلة اولى. دي المرحلة العجلة بمية واربعتاشر الف وحدة. يعني احنا بنقول المرحلة عجلة مية واربعتاشر الف وحدة. ونثبت على فكرة انا بطرح المشروع. واحنا نثبت نفسنا في حول التبنين في المين. يعني يعني اللي هيفكر يشتري شاءته ده. هيروح يتفرج عليه وقف بلاكونه يتفرج هو هيسكم فيه. مش على رسومات او ورق او اه. هيروح يتفرج بنفسه. هيسكم في وقف ويقف في شاءته وبلاكونه يتفرج على هو. وتشطبها يبقى عامل زيال. وعنده مشكلة هيقول ده 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 شغل استثماري جدا يعني. ولا ادخل شركة قطاع خاصة. انا بشكرك جدا 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 يا باش مهندس. كل الشكر لمهندس خالد صديق رئيس جهاز التجمية الحضرية. عرفتوا بقى اللي انا بقوله لكم. هيه دي بقى المسألة. خدت بالك ما نشخلت قالك ايه? قالك ده احنا شغالين ودي الاول مرة بنشتغل على تلاتاشر محافظة. دلوقتي علشان نبدأ نعمل على نشتغل على عواصم المدن. فان كنت تريد انك تسكن في عاصمة المدينة سوف تجد لك مكان. مشروعات ده بجد. سريعة. ده حقيقي. فائقة الجودة ده جدا. تاني هرجع اقول لك. سيادتك مش مصدق. طب ما مش احنا اللي هاتيجو نشوف. روح انت اشوف. على ما انا روح الفاصل. وهرجع لك نكمل الكلام. انا بس لي اي توصية. عايز اقولها للناس اللي عندهم. اسكان زي بشاير كده والاسمراط واهلين وكده. المحافظين اللي عندهم من الاراضي دي. المساكن دي دكتور مصطفى. انتو بتاخدوا رقم من السكان عشان السيانة وعشان كده. وانا انا بقول لكم عشان محدش يعني يبقى وبسمى حتى مواطنين اللي موجودين في في السكن ده السكن اللي موجود ده قمته قمته لو ايجار قدي الرقب ده خمس ست برات انا بقول كلام لا صحيح يعني انا عايز اقول لكم انا بقول كده ليه انتم المحافظة اللي في انطقها مساكن بالطريقة دي من فضلكم دكتور مصطفح لازم نعمل صندوق لسيانة هذه المباني والمباني للفلوس دي محدش يقرب له يعني لها مصارف محددة يعني فهي عشان ايه النهاردة اللي عمارة شكلها كده وكويس طب بعد شهرين ثلاثة اربعة الاسنصير اللي فيها احتاج حاجة الناس اللي فيها هيمكن مش هت هيعودوا بقي لمون بعضهم ما اللي احنا بنعمل ايه فيش كلام من ده وبالتالي لازم يكون للمناطق دي انا بأكد الكلام اللي قلته قبل كده فيفتتاح اول مرحلة لازم يكون لها قيادة تسيطر عليها وتدير شغلها والكلام ده بالتنسيق مع المحافظة والمنظمات المجتمعة المادية يعني الجامعيات الاهلية لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للنزل ونسيبهم لا وزارة الثقافة وزارة الشباب وزارة التضامن المحافظة لوزارة الداخلية القوات المسلحة الجامعيات الاهلية من فضلكم احنا عملنا خطوة لكن في خطوات تانية خطوات تانية ايه ان احنا نساهم في تطوير هذه المجتمعات طيب اتمنى اتمنى تكونوا حضراتكم سمعتوا كويس قوي جدا خالص كلام فخامة الرئيس ليه الكلام ده عمليا تعالى اقولك كده هو يعكس فلسفة ما فكرة ما جزء من فلسفة الحكم الجديد في مصر جزء من فلسفة الجمهورية الجديدة اللي هي ايه يا عم يوسف ما تتفزلكش علينا الله يا فندم ولا عايز اتفزلك على حاجة منطقة البساطة كده احنا مش بنبني العمارة وناخد بعضنا ونروح مش بنفتح المشروع وناخد بعضنا ونروح مش بنبني المصنع وناخد بعضنا ونروح مش بنعمل المينة وناخد بعضنا ونروح لا هنا الرئيس قالك ايه هي خطوة لكن هي لازم تستكمل تستكمل ازاي بالحفاظ عليها يعني احنا بنينا ده اذا هو مكتسب طيب نحافظ عليه يعني ايه او استمراريته يعني لازم نحافظ زي مثلا من الف خمسة رئيس قالك ما هو العمارة دي لازم تفضل على نفس الحال اللي سلمناها بيه يعني تفضل العمارة بتاعتي شكلها كويس متينة سليمة دهاناتها الخارجية تمام عزلها يفضل تمام الرئيس ده رب المسأل مثلا بتاع الأسانسير ده لو عطل يبقى لازم نعرف نصلحه تخطب لك لما كنت مثلا لما تخلي تصديق تقول لي بنجيب أسانسيرات ألماني وتاني انا علقت وقتها وقلت ايه قلت يا جماعة خلي بالك هي دي حاجة متعلقة بالبني آدم مش متعلقة بالمبنى أسهل حاجة في الدنيا الدولة تسترخص وتروح تجيب لك أسانسير مركة سكة من مصنع سكة وكل سنة وانت طيب وبعدين ما احنا بيدي لك الشقة كده حاجة ببلاش كده ومتشطبة ومفروشة والطريقة بتاعته وانتوا هتنهابوا اللي ايه ما كده ميت فل لا أولا المواطن ما بينهابش والمواطن بياخد جزء من حقه حقه المغبون تقريبا خمسين سنة من عمره ومن عمر البلدي مغبون لا مغبون ايه المواطن الظلم والدسع عليه خمسين سنة عدد كبير جدا من المواطنين جدا جدا وصلوا الى مرحلة عوز مش فقر او حش فيبقى حقه علي ان انا بديله الحاجة حلوة احسسه هنا بقى دي فكرة ليه اشانسير الماني احسسه انه انت لازم تستخدم احسن حاجة احسن حاجة فالنا عايز اقول لك ليه بقول لك اسانسير العنضان احنا هو احنا المسألة اللي بيبني عمره بيقرر انه يعني بيمسك ايده على قد ما يقدر ويقول لك والله انا هستثمر اكتر في تشتباطي ده نعمل خرصانات لا المباني اللي عملتها الدولة العمرات السكن اللي عملته الدولة هو بحق يترجم مسألة السكن كريم لكل المصريين فلما بجيب الاسانسير الالماني ده انا عايز اراضيك مش هراضيك ما انا هراضيك بل اسانسير اي كلام انا عايز اراضيك عشان انا عايز اراضي ربنا وعايزك تبقى انت عارف ان انت هتاخد احسن حاجة ما تجيش تقول اه هو علشان يعني الشقق دي من بتاعت الدولة فجاب لنا اسانسير اي كلام ولا مش هتطاب لنا مش عارف ايه ولا حطل لنا مش عارف ما قابض بواب عاملة ازاي بتطقطن واخد بالك طيب خد بالك بقى تاني انعكاس لفكرة فلسفة الجمهورية الجديدة او لفكرة من افكار او لفلسفة من فلسفات الجمهورية الجديدة كانت في قراسة يقولك لازم نعمل صندوق لصيانة كل هذه المشروعات وما حدش يلمس فلوس الصندوق ده الا في المصارف السليمة بتاعته يعني ما نجيش مثلا لك على فكرة ده الصندوق فيه كذا طب ما تيجي بس ناخد منه علشان كنا عايزين نعمل حاجة تانية ما لهاش علاقة بصندوق صيانة لا صندوق صيانة الاسمرات لصيانة الاسمرات صندوق صيانة البشاير لصيانة البشاير صندوق صيانة كذا اهلينة لصيانة اهلينة او حتى اذا كان صندوقا كبيرا وحيدا جامعا لكل هذه الامور المتعلقة بالصيانات وبالحفاظ على هذه المشروعات واستدامتها واستمراريتها في افضل حالتها وكأنها لسه استلام مبارح يبقى اخد بالك تكلام الرئيس ما يتخدش منه الحاجة تانية هو معمول للغرض ده بس فهمتني؟ يبقى اللي انا عايز اوصلك لي ايه؟ او اللي انا عايز اترجمه لك او اللي انا عايزك تبقى فهمه وفهم على مزاجك انا بحاول قدر الامكان اقول لك الواقع ده واقع انت خدت بالك رئيس حتى في الاولى كيه قالك وانعايز اسمع كل الناس اللي سكنه هناك مش بس بقى كل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والاجهزة والمؤسسات والوزراء لا 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 الناس الناس اللي سكنه هناك تبقى عارفة ايه الفكرة ايه الفلسفة بنعمل ده ليه وازاي وعشان نوصل لحد فين فوصفها الرئيس بخطوة يصفها المزيع بانها خطوة كبيرة وعملاقة ومهمة الناس اللي زي حالاتي كانوا يتمنوها حالاتك يا عم يوسف انت عتعمل لا خالص والله انا الحمد لله عيش كويس خالص يعني انا بتكلم الناس اللي زي حالاتي جماعة اليساريين دول احنا نحب كده قوي نحب نشوف الناس بتعيش خد بالك فيه نوع ناس قليش بقى انا عايز اتفكر بكلمتين مش قادر بصراحة فيه ناس مصممة تحسب نفسها يساريين هم عندهم قناعة ان هم يساريين فبياخد كل الفكرة ينطلق بيها في انه اتجاه لا والف لا اللقات الخمس اللقات السبع اللقات الاربعتاشر اللقات التمانية وعشرين ستة عايز مني ايه عم توزيع عادل للسروة يعني توزيع عادل للحقوق عدالة اجتماعية يا مولانا يعني الناس تخش المدرسة وتتعالج وتأكل وتشرب وتتعلم وتشتغل وتشمها وانضيف وتشوف مشهد عليه الايمة أفتح ألاقي مسطح أخضر ألاقي سامة مفتوحة بقول لك خمسين سنة الناس قاعدة في عشش يا أخي فيتنقلوا من العشش إلى هذه البيوت وليس تفضلا وليس تفضلا ولا تكرما من الدولة ده في محاولة إعطاء الناس حقها دي اشتراكية لما أدي للناس حق العمل دي اشتراكية لما أدي للناس حق التعلم والتعليم اشتراكية حق العلاج اشتراكية الناس الشيوعين اللي زاهح حالاتي أنا بقى أحسنة في اشتراكي أنا يعني أصعب حب حق ممارسة الهويات اشتراكية حق ممارسة الرياضة اشتراكية أنا يبقى فيه عندي نادي مركز شباب مكان أتعلم فيه الرسم أتعلم فيه الموسيقى أتعلم فيه النحت شغل السلصال أتعلم أعمل شغل الإبرة السجاجين أي الفنون والرياضة هي عند الشيوعين أساس مش لا أرفض أشجب أندد حبيبي أرفض واشجب وندد وعملتها قبلك بكتير وانت لسه ننة لسه ننة قعدة لحجر مامي لكن لما لقي بقى انه الدولة بتاخد المواطن بالحضن ومش بتقوله بتفضل عليك ولا تتعالى عليه وتقوله ده حتة من حقك واصبر كمان هديلك أكتر وأكتر علشان ده حقك علشان انت مواطن فخمت الرئيس السيسي وهو بيقول إيه بقى الدولة تعمل بكافة القطاعات ومعلومات المشروعات متاحة للجميع عايز تعرف اتفضل أهلا وسهلا ادخل على البوابات بتاعتنا اتفرج على برنامج التاسعة ما سألن بسنا نسمع لش كده لكن أنا لقوها أقولك كده خلونا نسمع فخمت الرئيس قال إيه وبعدين نرجع نكمل الكلام النقطاع زي الزراعة أنت ما بتشوفهش لأنه هو يعني مين مننا من المواطنين إلا اللي بيشتغلوا في القطاع ده أنا بتكلم اللي إحنا بنعمله زيادة يعني الدكتورة لسه بتقول هنا 250 ألف فدان هيدخلوا للزراعة الأمح السنة دي يعني السنة اللي فاتت المفروض كانوا 400 ألف مش كده محمد كانوا كام 400 والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو إحنا نجحنا لو إحنا نجحنا في اللي إحنا بنعمله ده بعيد عن الرقعة القديمة بدين عن الدلتة دكتور مصطفى إحنا بنتكلم هنا على الدلتة الدلتة الجديدة وبنتكلم على توشكا مشاريع عينات معناها أن أنا أزود ويبقى مثلا مليون فدان معناها في زرعة واحدة هدخل من 2 ونص لثلاثة مليون حسب قدرتنا في الزراعة فأنا عايز أقول إيه إن في القطاعات المختلفة الدولة شغالة فيها كلها مش غفل يعني لا تخفى القطاع لا تخفى القطاع اتصالات تعليم صحة صناعة زراعة ما فيش قطاع إحنا سايبينه بس وأنا مش هقول إن الإعلام ما بيغطيش ده فمن فضلك وغطوه كويس لا مش هقول كده لكن أنا بقول للناس ما تتعودوش ترددو اللي بيتقلوكو يتريملكو كده فأنتوا تاخدوه تقولوه لا مع الوضع في الاعتبار إن البانات دي كلها متاحة برضو على موقع آآ مجلس الوزراء وعلى الوزرات المختلفة يعني لو دخلت على النقل اللي حتشوف دخلت على الكهرباء حتشوف دخلت على الزراعة حتشوف أو على الموقع بتاع رئيس الجمهورية توقفوا كتير قوي على إننا آآ كدولة نوفر مليون فرصة عمل سنويا زيادة عن دلوقتي والله أنا المبسوط خالص بالكلام ده قوي ليه لأنه كلام هو قطع الشك بيقين ما تتعودوش تسمعوا الكلام زي ما هو كده وترددوه لأ اعرف وحقك تدور والمسألة سهلة يعني ده اللي كان بيكلم فيه فخامة الرئيس ادخل على الموقع بتاع مجلس الوزراء وادخل على موقع كل وزارة وادخل على موقع رئاسة الجمهورية وادخل على كل المعلومات متاحة ودي حقيقة كل المعلومات متاحة بالمناسبة اللي أنا كنت بقولولك قبل كده واللي أقولولك دلوقتي واللي أقولولك بعد شوية واللي أقولولك طول الوقت سيبك زي ما كنت دايما ودايما أنا أقولك سيبك من قناعة أنا سيبك من الايديولوجيا بالمناسبة بعيدا عن مسألة أن يبقى عندك اتجاه فكري ما سيبك من ده أزيدك من الشعر بيت أصلا العالم يشهد حاجة اسمها انهيار الايديولوجيا لأنه المفاهيم نفسها تغيرت نتيجة التطور الاجتماعي والاقتصادي اللي بيحصل في الدنيا لكن اللي أنا عايزك تفهمه أنه الجمهورية الجديدة لا تريد أن يكون هناك فقراء لا تريد أن يكون هناك ما عوزين الجمهورية الجديدة تريد للناس حياة كريمة حياة كريمة في الريف حياة كريمة في الحضر الجمهورية الجديدة عايزك تعيش كويس قوي مش قوي قدر الاستطاعة جمهورية الجديدة عايزة هي تقعد تشتغل على الاستطاعة وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى أولا مش مختلفين هي عايزة تشتغل على الاستطاعة وانت تنعم بهذا الناتج بس بالمناسبة علشان انت تنعم بهذا الناتج لازم انت تشتغل الجمهورية الجديدة بتحط استراتيجية الجمهورية الجديدة بتبقى منظم عام لكل الامور الجمهورية الجديدة تضع التشريعات وتصنع التسهيلات وتصنع في حزم المحفزات وتعد المناخ الاستثمر وتعد المناخ الوظيفي والمناخ التعليمي وا 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 بس انت مش هينفع توقف تتفرج وانت يزب تعمل كل اللي تقدر عليه وتحسن من قدرتك اللي واخد البكاليريوس يدرس اكتر بعد البكاليريوس واللي واخد الدبلوم يتعلم اكتر بعد الدبلوم واللي وهكذا وينتج جمهورية جديدة يعني مواطن فاعل ومنتج وزكي ومبدع ماشي؟ طيب انا استأذنكم اظن حتى كده هنروح فاصل صح؟ هنروح فاصل بقى قبلنا نريق بشوية قهوة من دول ونرجع نكمل الكلام اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم طيب خلونا نرجع نكمل كلامنا في برنامجنا التاسعة وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية للمواطنين الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل وده بمناسبة اليوم العالمي للتطوع سيدة انتصار السيسي قالت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك نصا تحية الى كل اياد الخير في مصر الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل انني اتوجه اليكم في اليوم العالمي للتطوع بكل الشكر والتقدير فانتم امل مصر ومستقبلها هنا تنتهي يمكن تهنئة السيدة سارسيسي قرينة فخامة الرئيس وبالمناسبة فعلا التطوع هو انك طول الوقت بتدي من وقتك ومن حياتك ومن افكارك ومن مجهودك طول الوقت دون انتظار اي مقابل مادي خالص انت كل اللي انت عايزه انه المجتمع ده يبقى افضل المجتمع ده يبقى احسن المجتمع ده يتطور ويصل الى اعلى درجات التطور في المجتمعات البشرية كلها علشان كده تاني وبعده عايزك تضيف ده بعد اذن حضرتك لمسألة فلسفات الجمهورية الجديدة فكرة الجمهورية الجديدة كفكرة جميرة شاملة جامعة اي فكرة ثقافة التطوع فكرة انه انت تعطي الوطن طول الوقت فكانت حياة كريمة على سبيل المثال يعني مطلباتي تقعد تفكر حياة كريمة دي اللي تغير من حياة 58 ولا 59 ولا 60 مليون مواطن يمكن عند انتهاء مرحلتها النهائية اللي قايم عليها شباب ومتطوعين زي كده اللي عملوا مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 ما تنساش القصة دي بالمناسبة يعني مش عايزك تعتبر انه كوب 27 شرم الشيخ خلص فخلاص لا انت بتتكلم على شبان قاموا بجهد العالم حياهم عليه تطوعا حياة كريمة تغير من حياة تقريبا 60 مليون مواطن بقدين ايه متطوعين ازاي غير شباب حياة كريمة وش مصر اللي زي الأمر فخلوه اكثر جمالا بالعمل التطوعي ازاي بقى نفهم وردة الهلاوي منصق ميداني لمؤسسة حياة كريمة بده اهلية اهلا اهلا بيك اهلا بحضرتك يا سيد يوسف مسائل خير على حضرتك وعلى جميل المشاهدين ازاي الحال كله تمام كله كويس الحمد يا رب على طول انا دايما اقول ان مصر دي اصل وشها زي الأمر بس ايه بقى محتاج يبقى جماله يظهر بزيادة عملتوا ايه الحقيقة البداية خالص كانت في المؤتمر الوطن السابع للشباب وكانت عبارة برضو عن شباب متطوعين بنظام المؤتمرات دايما حضرتك تشرفت مؤتمرات الوطنية ومنتدى شباب العالم في 2019 عرضوا على سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرة انشاء او فكرة حياة كريمة بواجهة عام والسيد الرئيس رحب بالفكرة جدا وتبناها وكانت اول مبادرة نزلناها هي رد الجميل واحد ونزلنا في 2019 في السيول اللي حصلت في الصعيز نزلنا بمساعدات غذائية ومن بعدها بقى وصل رد الجميل اثنين وثلاثة وبعدين اتقط بقى من فكرة لمبادرة لمؤسسة كاملة في كل المحافظات مؤسسة بتخدم محافظات الجمهورية ككل لمبادرة حياة كريمة اللي بتخدم المحافظات اللي بتهدف لرقيد بالريف وفرنا خدمات كاملة متكملة على محاور عدة اشتغلنا على سكن كريم رفع شفاءة منازل بناء أسقف بناء مجتمعات سكنية للكرة الاكثر احتياجا وصلات مية صرف الصحي اشتغلنا على بنية تحتية مشروعات تفعيل دور المشروعات في القرى الاكثر احتياجا خدمات صبية شمل البقى مستشفيات بناء وحدات صحية قوافل صبية لحد الخدمات التعليمية زي بناء المدارس واكيد حضراتكم تبعتوا جميعا تشريف فياستراريس لمحافظة الاهلية ومدارس الحصص سواء الحصص الاقتدائية او الحصص الاعدادية انتهاء بقى للدور المهم جدا جدا وهو الاهم اللي هو بناء وتأهيل الانسان المصري توفير بقى السلع الغذائية زواج الفتيات الغير قادرات يعني شملت مجادرات عديدة جدا 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 اشتغلنا عليها مجادرة التصالح حياة انت الحياة ابدأ مع حياة كريمة التعليم حياة شبابنا الغير قادرين على الزواج كان عندنا كمان اولادنا الغير قادرين على دفع مصروفات المدرسية رجعين نتعلم دفع المصروفات مضبوط يا فندم فيعني الحمد لله احنا نشعر ان احنا غيرنا خريطة التطوع في مصر لان احنا شملنا كل المحافظات في كل ارجاء الجمهورية شاملة يعني نقدر نقول كده ان حياة كريمة هي المبادرة الاولى اللي فيها المواطن فعلا بيساهم وبيصمع ويضع خصة واستراتيجية التصوير في بلده لان شملت كل انحاء الجمهورية متطوعين من كل انحاء الجمهورية بيشاركوا بينزلوا في كل المبادرات فيعني ان شاء الله نكون قدرنا فعلا نغير وجه مصر بالعمل التطوعي بإذن الله طب انا عندي سؤال يعني الرئيس دائما يتحدث عن مسئلة الاستمرارية والاستدامة بعد ما كل المشروع بتاع حياة كريمة في الريف المصري ينتهي بإذن الله على كل خير كده خلاص مفيش متطوعين في حياة كريمة ولا انتم مكملين معانا علشان نحافظ على مشروعات حياة كريمة اللي هتتبني في كل الريف المصري هو البداية هدفها من المشاركة المتطوعين من من كل ربوع مصر ان احنا نوسع النساع التي هتطوع فطالما مساحة التطوع دي وسع كفاية فإذن في العديد من الأراء اشراك عديد من الأراء والأشخاص في التخطيط عشان نحقق الأهداف دي عندنا أهداف بنحققها للمستقبل وللحاضر فطالما عندنا يعني قاعدة عريضة من المتطوعين في كافة ربوع الجمهورية في كافة أنحاء الجمهورية إذن احنا قادرين ان شاء الله على الاستمرارية والاستدامة وتحقيق الاستدامة اللي منهدفها دايما يعني حتى بعد انتهاء المشروعات أكيد هيفضل في عمل تطوعي بصورة مميزة دايما بإذن الله أشكرك جدا 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 يا وردة وردة الهلاوي منصق ميداني لمؤسسة حياة كريمة بدأ أهلية مش عاوز زميلي يشيلوا الفيديو اللي أنا شايفه قدامي ده خلوا رجعوه رجعوه نبي تاني ليه هقولك بص إيه دي ترعة صح حضرتك فكر الترعة دي كانت زمان عاملة ازاي ولا لأ حاجة بسيطة لمحة لقطة ده مشروع طبطين الترعة عشرات الألاف من الكيلومترات بقت كده بعد ما كانت منبع مرتع منبت مخلفات إذن أمراض إلى آخر كده بقت ترعة سليمة أولا ما تسبب لي مش حضرتك أي أمراض ما تبقاش على جوانبها المخلفات حضرتك تقدر تقعد على شط الترعة تستطط سمك وانت متطمن ما تبقاش قاعد الآن مش بقول لك نزال عفو الميا يعني نقول لك في النهاية على الأقل يا أخي هتقدر تبقى بتعدي على مكان رحته حلو شكله حلو حياة نظيفة كريمة صحية خدتوا بالكم من البيوت تاني هو ايه البيت احنا بنشيله بنحطه مثلا خالص ده مش بيت المناسبات والله ده بيت برضو حياة كريمة ايه هنشيل البيت على كتافنا وننقله قرة تانية لا مدرسة حياة كريمة شوية ممكن تلاقي مركز طبي حياة كريمة مهمات عاشة اكل وشرب حياة كريمة طرق حياة كريمة كمير كميره كميره في الفيديو هتلاقي ما مش عارف حاجات بتاعة الخدم دماغ كسطب حياة كريمة اللي فات عد على طول ده كان حتى اللي فات مكتوبة عليه مركز شباب زويد حياة كريمة حياة كريمة كمان في سيناء عشان مسلا بقى متفقين قادي كل القصة باختصار بمنتهى البساطة دي حياة كريمة الله ده بيحفره علشان خاطر بيعمله موسير للصرف الصحي حياة كريمة بيبنو ومباني حلوة ومتينة وخرصنات وصبات حياة كريمة اهو كل ده حياة كريمة بالمناسبة ده حياة كريمة دي اللي هيعود فيها مين هيعود فيها أهلين سكان تلك القرى لا مش عايز أسمي تلك تلك دي إشارة للبعيد هذه القرى عشان دول أهلي هذه العزب أهلي هذه النجوع أهلي هذه الكفور أهلي دي حياة كريمة بمنتهى البساطة طيب خلوني أخدكم ونروح على حاجة لطيفة جدا برضو عجبتني عملتها وزارة الأوقاف مشكورين بالمناسبة وده برضو استمرارية للعمل غير المتوقف والذي لم يتوقف ولا أتمنى أنه يتوقف أبدا لا أتمنى أقولك ليه في حاجات كده تقول إيه يا سلام لو توقف بقى اللي هي إيه إن إحنا نساعد الناس اللي على قد حالها طب عايزة توقف ليه يا يوسف عشان مش عايز حد يبقى على قد حاله تاجي بمنطقة البساطة يعني أدي كل القصة حلم بقى مش حلم سميها زي ما تسميها الأوقاف مشكورة يعني بتعلن صرف 30 مليون جنيه لتجهيز ألف فتاة من الأسر الأولى بالرعاية معنا على التليفون دكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف أهلا 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 يا دكتور أهلا بسعادتك أستاذ يوسف وأهلا بالسادة المشاهدين أولا بخليني أشكرك وربنا يا رب يكرمكم زي ما بتكرموا الناس اللهم أمين ربنا بارك شكاعتك آآ عايزين نعرف أكتر على مسألة 30 مليون ما شاء الله ما شاء الله وكما يقول الفرنجة تاتش وود 30 مليون وأنا عارف أنه مشايخنا مش متوع فرنجة والكلام حبقنا بباب المدعبة لا يسأل 30 مليون لتجهيز ألف فتاة عايز أعرف إحنا بنعمل الحصر إزاي يا دكتور ديه الفلوس إزاي وإمتى بإذن الله سبحانه وتعالى ننتهي من صرف 30 مليون ويجي أدوهم بإذن الله ألف مرة طيب أولا خليه أشكر حضرتك على العرض اللي حضرتك عرضته وعلى تسميد حضرتك لما يتم مبادر الحياة كريمة وخليني أبدأ أما حضرتك على طول في إتماد 30 مليون ديميل لتجهيز ألف فتاة من الأسر الأولى بالرعاية وخليني أطمن حضرتك على إن ده وزارة الأوقاف بتعمله بالتعاون مع صندوق تحية مصر حلو في إطارة دور الاجتماعي طبعا البتون ديه وزارة الأوقاف ودورنا في خدمة المجتمع بأكد لخضرتك إن الموضوع بيتم بترشيق وأقوطي على الخط أنا زعلين طيب 30 مليون إحنا بنتكلم على ألف عروسة بإذن ربنا سبحانه وتعالى يعني كل عروسة نصبها 30 ألف إن كنت من الناس التي ترى إن 30 ألف مبلغ زياد فأنا أقول لك بسم الله ما شاء الله ربنا يبرك لك يا معقولة أنت شايفهم إنهم مبلغ قليل ده معناها إن ربنا كرمك جدا ومراضيك جدا وفتح عليك جدا أوي خالص علشان 30 ألف ديه عند ناس كتير في بلدنا كبيرة جدا خالص هنجهز بنت محتاجة زي ما نقول كده عندنا في البلاد في الأرياف ولكنك عايزينها تتسطر عايزين نسطر البنات نعم يقولك كده هنجوز الواد ونسطر البنات فال30 ألف دول هيستروا البنت ابن الحلال موجود أهلا وسهلا الفلوس بإذن الله بتوفرها وزي تقاف وزي ما قلنا دكتور عبدالله بالتعاون مع تحيا مصر وهنعود مرة أخرى أهو لدكتور عبدالله مرة تانية منورنا مرة تانية يا دكتور كم من إفند كنت بأطمن سيادتك إن تم الاعتماد لصرف المبلغ 30 مليون جنيه لتجهيز ألف فتاة من الأسر أولئة بالرعاية وزي ما كانت لحضرتك وده بيتم بالتعاون ما بين وزارة الأوقاف ومدنين سنة قتاح يا مصر لكن أنا عايز ألفت مظهر حضرتك لحاجة إن وزارة الأوقاف مازالت مستمرة في دورها في مجال بل وخيمة المجتمع خليني بس أقول شكتك كم نقطة كده صغيرين في فيلال العام عشرين واثنين وعشرين إحنا كان لينا سابقة تعاون مع وزارة التضامن ووزارة الزراعة في صرف عشرين مليون جنيه دعم لمشروع توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة وده كان لصغار المربقين ويه بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وما بين وزارة الزراعة طيب نقطة هنا وفرنا كم رأس لحد دلوقتي خلينا أقول لحضرتك إن التنسيق اللي تم ما بين وما بين وزارة التضامن وزارة الزراعة حيكون وزارة الزراعة هي يعني أكتر هتفيدنا أكتر أكتر دراية بالعدد طبعا أنا عندي سؤال معلش بالعدد واللي تم في التوزيع كمان طيب سؤال بسيط والنبي يطلع عندك الإجابة دي هبقى مبسوط قوي هي دي الرؤوس الجديدة اللي هي أكتر إنتاجا للألباء أو أكتر إنتاجا لللحوم ولا دي الرؤوس البلدي بتاعتنا اللي هي بنتكلم خمسة أو سبعة كيلو في اليوم إحنا ممكن نجيب الرد الأكثر دقة من وزارة الزراعة نفسها ماشي التنسيق اللي تم ما بيننا وما بين وزارة التضامن وزارة الزراعة إن وزارة التضامن يكون عندها الكشوف المعتمدة اللي بيتم من خلالها التعاون ما بيننا وما بينهم وما بين وزارة الزراعة اللي بتتولى بدورها إن هي تنطقي طبعا الرؤوس دي وتكون هي أكثر دراية بإيه منها يكون أكثر إنتاجا وإيه منها بيكون بيدر اللبن أكتر إيه منها بيكون سلالة منتجة أكتر وتكون نفعة أكتر كان عندنا برضو خلال السنة دي في سنة عشرين و اثمين و عشرين مليون جنيه صرفناهم دعما لنقابة معفز القرآن الكريم ومن باب الدعم المهم جدا إن إحنا عندنا في وزارة الأوقاف قرد حسن ده بيكون بدون فايدة نصرفنا فيه 31 مليون جنيه قرد حسن بدون فايدة لعدد أكتر من 4,240 موظف من تابعين لوزارة الأوقاف ومن موظفين جهاز إدار للدولة وكان عندنا برضو من الأجزاء المهمة واللي كان فيها توجيه مستمر بأن هي تظهر مستمرة طوال العام اللي هي توزيع لحوم الأضاحي ولحوم بالإطعام على الأسر الأولى بالرعاية إحنا وزعنا أكتر من 1,637 طن لحوم أضاحي ولحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة يعني تقديرية تقدر بـ 222,431,000 عايز أقول لحضرتك إن إجمال اللي تم صرفه في مجال البر وخدمة المجتمع في عهد سيادة الرئيس يقدر بنحو 2,2 مليار ومتين مليون جنيه يعني منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور ورئاست الجمهورية جزارة الأوقاف أنفقت في مجال البر وخدمة المجتمع ما يقرب من 2,2 مليار ومتين مليون جنيه ده الأوقاف بس بس والله حاجة ثلوه بركة تم لفن هضيف لسيادتك برضو كمان جز إن وزارة الأوقاف صرفت 20 مليون جنيه سامن في مساعدات اللي توجهتها الدولة المصرية لأشقاء بدولة السودان برضو كان عندنا مساهمة من وزارة الأوقاف مبلغ عصمة مليون جنيه لمبادرة نور حياة وكان عندنا برضو صرف 22 مليون لمستحقي الوقف وكان عندنا كمان فندم 21 مليون جنيه صرفناهم لتوزيع 2000 طن من سلعة جزائية على الوقف الأولى بالرعاية وده كان في خلال شهر رمضان أنا بس حبيت ألفة الانتباه إن وزارة الأوقاف هي مش بس دور متوقف عند 30 مليون الأخرين اللي احنا اعتمدناهم عشان تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية لألف فتيات ولكن وزارة الأوقاف مستمرة في دورها في مجال خدمة المجتمع ومستمرين بفضل الله عز وجل في دورنا في مجال وبرضو وزارة الأوقاف وزارة من الوزارات الغنية دكتور أيوة هي الدحكة دي اللي أنا كنت مستنيها على كل غنية لخدمة المجتمع يبقى إنه حاجة تسعدنا وده المهم أشكرك جدا يا دكتور عبدالله نورتنا وشرفتنا جدا 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 دكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية خليني أخذك على يمكن ما كنت بتكلم هنا في المقدمة وكنا بنتكلم على مسألة التفاؤلا وما إلى ذلك فيها حاجات كتير بتبقى بالمناسبة مهمة قوي ويمكن أنا تكلمت حبتين شوية كده أو يمكن ما تكلم كتير ده بسرعة كلمت عن السودان والعلاقة مش بس التاريخية هي علاقة تاريخية وجدانية عقلية قلبية عاطفية شعبي سميها زي ما تسميها ما بين قلب واحد روح واحدة عقل واحد وجدان واحد حقيقي ده بجد مش زار أي مصري أي سوداني يعرف كده كويس أوي أوي علاقة شديدة الخصوصية ما بين البلدين دول وأتمنى أنها دايما تبقى شديدة الخصوصية دايما مصر رحبت في بيانها الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان مؤكدة أن الاتفاق ده خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان كل دا بقول لك انطلاقا من البيان دا لسه ما تكلمتش وأعرابة مصر عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء علي وصولا الاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية كمان مصر أعربت مرة تانية عن خالص تمنياتها بأنه يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني في ظل روابطنا التاريخية اللي بتربط البلدين الشقيقين وحدة المصير شعب وادي النيل العظيم وابتدعو مصر بالمناسبة دي أطراف المجتمع الدولي لتوفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيق بالطريقة اللي تمكنها من عبور هذه المرحلة الانتقالية بكل نجاح وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه أنا أقدر أقول لك أنه مصر والسودان باختلاف الحكومات والأنظمة والعهود حلو كده فضل الشعبين مش هزار هما في قرارة أنفسهم عندهم يقين وإصرار جاي بشكل طوعي وجاي بشكل تلقائي جدا أنه لا خلاف الشعوب فعز عز ما كان فيه خلافات ما بين الأنظمة والحكومات ومتاعه كنت تجد المواطن السوداني في شوارع القاهرة زي زي آي مصري والمواطن المصري في شوارع الخرطوم زي زي آي السوداني ولو أنت قعدت مع أصدقائك أنا كان ليه أصدقاء كتير حتى اللحظة بالمناسبة من أيام ما كنا في المدرسة يعني أنا مدرستي كان ليه أصدقاء وزملاء من السودان وإريتريا بالمناسبة كان عندنا كتير يعني أصدقاء أعزاء جدا وكذلك وإحنا في الجامعة وإحنا في الشغل ولا تستطيع أن تفرق بالمناسبة يعني وبالمناسبة هما الشعبين نفس الدم يعني إيه نفس الدم حتى نفس طريقة الهزار نفس طريقة صياغة الافي نفس طريقة السخرية اللي اتنين نسخة تبقى الأصل وعليه أنا بقولك الكلام ده ليه إنه هذا البيان حتى وهو بيان رسمي صادر من الخارجية المصرية لا ده هو صادر من قلوب مصر كلها هو بيان صادر من قلب الخارجية كما هو صادر من عقل الخارجية ده بيان طالع من قلب مصر بس كده عشان بس تبقى فاهم يعني ما هواش بس بيان خارجية ديبلوماسي وسياسة ده طالع من قلب الخارجية مش بس من عقلها خلونا نروح لتقرير على عم محمد عم محمد بيشتغل جزار الجديد بقى إن عم محمد جزار من أصحاب البصيرة شوف المصري بقى أما يكون عايز حاجة يا دين النبي عاوز يعمل حاجة ده مش نموذج للتحدي لا ده حدس ولا حرج دي بقى حاجة لازم نشوفها مع بعض ونركز علشان تعرف إنه إذا المصري أراد شيئا بقمر الله سبحانه وتعالى أولا أراد شيئا هيعملوا هيعملوا اتفرق على التقرير بدايتي والله أنا كنت في المدرسة الغد سنة خمسة كده أو سنة ستة مش فاكر عمتا وبعد كده جي النظر طبعا راح قلنا نمش طبعا بنور الله طبعا أبلى أي كلام واشتغلت مع والدي في المحل الجزارة عنده من حوالي مثلا عشر سنين أو اتنشر سنة بعد كده فكرت إن أنا عملت برضو المشروع ده الوحدي ورجعت خدت المحل دوت وقفت فيه الوحدي طبعا بقى اشتغل فيه زي ما انت شايف كده برضو زي ما انت جيت شوف ما حدش علمني أنا اللي تعلمت بس اللي يعلمني هيعلمني ازاي أنا مع الممارسة طبعا ومع الحياة أنا اللي بقيتها عمل بقيتها قاوح يعني بقيتها قاوح إننا عمل دي وأعمل دي وأعمل دي وأعمل دي بغطمنا برضو الحمد لله بأعمل كل حاجة أقطع بالسكينة وأوزنه الميزان طبعا عشان حساس بيبقى حد وراء اللي مثلا كده 500 كده كيلو أروح على المكانة برضو وأفرم اللحمة فأنا برضو أمسك عدة اللحمة عارف إن السكينة المسافة دي مش هتيجي على إيدي المفرمة برضو لما بروح عليها بقى الزرار مثلا وبرفع الزرار بقى عارف مكان الزرار فين وبنزل الزرار وكده كده بقى حطي دي مثلا في المكان اللي هو بتاع اللي بينزل في اللحمة من بعيد يعني عارف أنا المسافات إن أنا منزلش صوابع مثلا لتح بسم الله ما شاء الله يعني عنده إحساس جميل وبيعما بيجي نزلين السوق منشتري بهاي مساونا وهو وعنده إحساس أحساب منه أنا بالحاجة الحلوة يعني يقول لي آه إيه يا خيال آه يقول لي لا بالصلحة أنا بتوكل على الله وعنده إحساس من ناحية الشغل تم بيحط يده على الحاجة بسم الله ما شاء الله محمد يعني في الشغلة دي بقى له كده أزد من عشرين سنة وهو بسم الله ما شاء الله بيعمل كل حاجة وهو غاوي وحتى إحنا ساعات من نبقاش موجودين وزي ما نتطب عليه هو بيشتغل زي إنا بالضبط وفي زبوني جي يسأل عليه أنا عايز الشيخ محمد والإطال بالنسبة للشخص المسافر من بلد إلى بلد ويحب يقصر في الصلاة أو يجمع ويقصر يعني أنا سمعت عدة روايات يعني في منهم قال يعني الفترة المحددة يعني هل هي أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة يعني هناك روايات مختلفة حول هذا الجانب زكاة الإجارات الشوء والعقرات يعني قيمة الزكاة وتدفع إمتى يعني الإجارات دائما بيكون شهرية إمتى مواد استحاقها ونسبتها كام وتعتبر تبع أي بند بملود زكاة في الإسلام أنا أم لثلاث بنات وزي ما تقولي كده في حاجات بسيطة هي مش مراس مراس يعني لو حبيت أن أنا أعمل وصية ليهم هل دي تبقى فيها حرمانية علي؟ مدى يعني رأيه هو في تجديد الخطاب الديني وتوحيده ونصيحه طبعا للأئمة المساجد إزاي أو كيف نوجه شبابنا وبلدنا في الوقت الحاضر في المدارس والجامعات توجيها دينيا من خلال البيت ومن خلال المدارس الزوج من حق له أن يتزوج على زوجته من غير علمها دي السؤال الأول السؤال الثاني أني مثلا في رمضان ما قضتش القضاء فأي حكم الدين في كده؟ لو ينفع أو يجوز أن احنا نصلي بالحزاء سواء جماعة أو الوحدة أنا أطلع عمره بكرا إن شاء الله بس نازل جدة وهبات ليلة فهل هفضل لابس لبس الأحرام ولا هغير ترينج واطلع مكة أهلا بحضراتكم أهلا وسهلا وخلونا نرحب دائما وبشدة بلقاءنا الأسبوعي الدائم أدامه علينا الله دائما رب معه ومعادنا السابت مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وأيضا تكريم مولانا من الإذاعة المصرية مضروك مولانا بارك الله فيكم والشكر موصول لإعلامنا المصري ولا طبعا موجة إذاعة البرنامج العام وبرنامج شهادة التقدير كان هذا الحدث الذي ابتهكت به السبت الماضي تكريم مستحق يا مولانا أكرمكم الله ونسأل الله أن يديمنا في خدمة مصرنا يا رب الحبيب يا رب مولانا الأسئلة بتاعة المواطنين النهاردة همدأ بالسؤال الأول المدة القصوى لصلاة القصر في حالة السفر كم يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لصلاة القصر فهي رخصة من الله عز وجل واختلف أهل العلم في ذلك لورود أخبار وآثار متنوعة فمنهم من قال سلاسة أيام ومنهم من قال أربعة أيام ومنهم من قال أسبوع ومنهم من قال خمسة عشر يوما لأن النبي صلى الله عليه وآله قصر في مكة في عام الفتح هذه المدة فلكن طبعا مسألة حينما إذا أتينا لتخصص الفقل مقارن يعني اللوى الترجيح ما بين الأراء الاكتهادية فأرى أن أربعة أيام كافية أن الإنسان بعد السفر ارتح جسده وعرف المعالم فإن شاء الله يقصر إلى أربعة أيام خلاص أنه بعد كده استقر به الحال استقر به الحال بالضبط طيب قيمة الزكاة على العقارات ومتى تدفع نسبتها علما بأنه تحصيل الإيجار بيتم بشكل شهري بالنسبة للزكاة على العقارات أولا إذا كان العقار للملكية الخاصة يعني إنسان عنده شقة سكنية خاصة أو منزلا أو سيارة أو حديقة وكان هذا لمجرد الاستخدام الخاص الاستخدام الخاص لا زكاة عليه إنما العقار الذي يدره عائدا اللي هو الإيجار يعني الآن عيو فحضرتك والله نشوف هذا الإيجار بعد كأسنة بيخصم منه المصاريف اللازمة لإدارة هذا العقار يعني زي الكهرباء زي أجرة البواب أو راتبه الصيانات وقصياناته كله ثم في زي حكاية العروضة التجارة بالضبط ثم الصافية طلع له 2.5% لكن نفرض أنه أصرف العائد زي للأسف الإيجارات القديمة لا خلاص هيخرج إيه لا ده يصرف العائد ويحط من جيبه لا نعم والإيجارات القديمة نرجو الله أن يجعل لها مخرجا وحلا بإذن الله إن شاء الله لو تزوج الرجل على زوجته هل من حق الزوجة الأولى طلب الطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لابد أن نرجع إلى الشريعة الغراء ولابد أن نفرق ما بين الشريعة وما بين الفقه الشريعة النص الشرعي الآيات المحكمة في كتاب الله عز وجل وما صحت نسبته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فالتعدد في أصله مباح ليس واجبا وليس سنة وليس حراما وليس مكروها لكن هو يبقى على أنه مباح فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا أمر فيه إباحة لا أكثر ولا أقل بطبيعة الحال إذا الإنسان فعل المباح هل يعاقب على المباح؟ لا فلو قلنا أن الزوجة الأولى لها طلب الطلاق أولا هذا لم يرد به نص لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزواج الصحابة عددوا الزواج في المسلمون في كل زمان ومكان فمسألة لكن هو الفقه الحنبالي أعطى حلا طيبا الفقه الحنبالي قال وللزوجة أن تشترط في صلب عقد الزواج عند إنشاء الزواج ألا يتزوج عليها يعمل بهذا الشرط إذا رضي به لقول الله تعالى أوفه بالعقود ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا فإذا أخذنا برأي الحناب لم أخرج لأن مذهب معتمد ومعتبر ده اسم باب الشروط في النكاح وده شرط صحيح قد تبال حضرتك مثل أن اشترط عليها أن لا يخرجها من وطنها مثلا أو أنها تكمل تعليمها أو أنها لا تمنع من وظيفتها هذه شروط جائزة تتفق مع المبادئ والمقاصد العامة بالشريعة الإسلامية طيب دي شروط سابقة سابقة ووارد جدا أنه ما يجيش على بال الزوجة ولا وليها أنه هم يقولوا الشرط بتاع عدم الزواج جه الزوج تزود والزوجة الأولى عرفت فطرى في ذلك نكنت خلاص مش عايزاك يا سيدي يبقى إيه؟ لا في هذه الحالة حضرتك أنا طبعا لا أأمر ولا أنهي لكن المسألة دي احنا عندنا من محاسن الشراء الإسلامية أنه في منطقة حفو يعني شوف الرسول بيّن معالم الإسلام الأربعة إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وساكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا في رجاية الضارة خطنية فلا تسألوا عنها فهذه اسمها فرق تشريع مقصود لإعمال الاكتهاد فإذا اجتمع الفقهاء بدون إملاءات وبدون توجهات ويعني من باب المصالح وقرروا شيئا مثل هذا يعني في تكيفهم أن التعدد قد يلحق أنا بقول خد التقليل قد يلحق ضررا بالزوجة الأولى التي لم تشترط على زوجها يبقى ممكن المخرج هنا أنها تطلب الطلاق للضرر صح مباح صح لكن ليس واجبا وليس إلزاما حتى لا يحسب علي أنني أتعدى حدود الله عز وجل لا 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 ليس إلزاما ليس إلزاما لا بس طالما أنها استشعرت الضرر لا من حقها تطلبه من حقها طب طلبته نعم أصبح هنا الزوج يعمل إيه لا شيء هنا حضرتك اللي يقوم بالتطليق القاضي آه والقاضي له ولاية حلو لا ولاية في الدعاوة القضائية على الأطراف الدعوة طبعا فأحكام القضاء تحترم يعني إحنا مثلا عندنا الله يبرك فيك رؤى معينة في التنفيذ الخلع في مصر لكن طالما أن القاضي أصدر الحكم لا بنحترم أحكام القضاء فالحكم عنوان للحكم لا 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 أبو الزاب والقضاء في الإسلام له استقلالية والإسلام سبق الدستير المعاصرة يعني جعل للقضاء استقلالي يعني شف حضرتك أنا أصدي فين؟ أصدي الزوج القاضي سوف يحكم نعم الزوج نفسه أنا أنا مع أنه نحاول الإصلاح ونحاول الإصلاح مرة واثنين وعشرة خلاص افترضنا أنه هذه المحاولات لا تجدي نفعا خلاص الزوج يعمل إيه؟ الصح لا لا شيء أول ممسك بالعافية ولا تسريح والله حضرتك برضو الله يبارك فيك يبقى هنا أمر جائز ليه؟ لأن أصل بعض الناس هايفهم وكلمنا أنه إيجاب أو إلزام هنا القرآن الكريم ربنا بقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان لكن هيعطي معالجة حكيمة عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شكرا ولا لا؟ صح طيب شكرا خلونا نروح لفاصل نرجع مرة تانية مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر استنونا لأنه للسؤال ده تحديدا بقية فاصل ونكمل الكلام طيب خلونا نرحب بحضراتكم ونوجدت رحيب بالضفتنا العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر وكان للسؤال بقية نعم هنا بقى وهل من حق الرجل أن يخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى؟ شوف حضرتك أولا الإسلام يريد الشفافية والمصداقية والمصارحة تمام وبرضو هنا احنا بنوازن ما بين المصالح والمفاسد والله سيدتك أولا الأصل في الزواج الإعلان بقول النبي صلى الله عليه وآله هذا الزواج أعلنوه في المساجد واضرب عليه بالدفوف إنما العلاقات السرية والكلام ده وتأخذ يفطت زواج لكن هنا قد إذا استوفى عقد الزواج الأركان والشروط يعني من الولي عند جمهور الفقهاء ثم تسمية أو تحديد الصداق أو المهر ثم الشهود وأقله اثنان عدلان والإعلان حضرتك استوفينا الأركان والشروط هل له أن يختر زوجته الأولى؟ نرجع لنفس الاقتراح اللي أنا قلته لو اشترطت في وصول بعقد الزواج أنه يعلمها يبقى أصبح فرضا أن يعلمها لو ما أعلمها شيء يبقى بغشة؟ لا أمان هون لستك حاجة إلا إذا اتفقت معه يعني حتى بدون كتابة إذا قالت له أنني لا أطيق أن أعيش مع أخرى وده اللي رعاه النبي صلى الله عليه وآلف ستنا فاطمة ابنته عليها رضوان الله لما سيدنا الإمام علي رضي الله عنه أرضاه أراضي أن يتزوج بثانية فالرسول لم يحرم ولكن قال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنة عدو الله تحت سقف واحد فإن لسه بقى لا تكمله فإن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج عن الزواج الثاني فيطلق ابنتي نعم الرسول فعل ذلك فهنا سيدنا علي طبعا احترم رغبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولم يعدد عليها حتى ماتت لما ماتت تزود إنما طول حياتها لا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا بقول برضو حضرتك ما يجتمع فقهاء وخبراء من علم الاجتماع وعلم النفس وبعدين يعملوا يعني مقترحات وتطرح للحوار المجتمعي الجاد بدون أن طرف ينحاز على حساب طرف آخر يعني الكلام مش أقدر أوضحه أكثر من كثير يعني يكون فيه تحر المصلحة أنا لا أقول أرضي الرجال ولا أرضي النساء أنا أرضي الشرع الشرع رحم طبعا يعني أنتم قادرة بشؤون دنيا صحيح وخدت بال حضرتك فهنا لا مانع أن علماء كما قلتوا الاجتماع علماء علم النفس علماء خبراء في فقه الأسرة مع فقهاء الشرع الإسلامية يبقى ورشة عمل مشتركة والمستجدات بس لا تخالف نصا شرعيا يبقى في اجتهادات وحلول لمستجدات ومستحدثات ونوازل وطوارئ وعوارض شرط ألا تصادم نصا قطعيا أنا أقدر لو خب عنها غشاش ولا مش غشاش لا أشوف حضرتك قد تكون هناك ظروف أنا لا أعز يعني لا ألتمث له عذرا وقد يكون الإخفاء لمصلحة الأسرة إنما أمتى يكون بقى يعني عفوا تجاوز إذا عاهد إذا عاهدها يبقى هنا بنقوله إيه وقوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم ولا تنقلوا الأيمنة بعد توكيدها مش وعشان دلوقت تجري بس أنا كنت لسه عاوز أكمل بس هنعمل إيه عموما الجايات كتير بإذن الله يدي لك العمر يا مولانا ويدي جميع المشاهدين هذه يا كريم أشكرك جدا 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 يا مولانا على وجودك معنا النهاردة وشكرا جدا على هذه التفسيرات والإضاحات وهنستقنف الكلام بإذن الله لتنيج جاية ربنا يدي لكم العمر خلصة الحلقة الحد كده ولو كلنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجيكم التاسعة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة